أنباء عن إيقاف تطبيق نظام المعاشي المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن شروط تطبيق نظام المعاشي المبكر للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن المركز منذ قليل كانت أنباء قد تدولت على بعض الموقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاشي المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاشي المبكر موضحة أن المعاشي هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال مشددة على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكل الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشي المبكر دون أي انتقاص وأنه يطبق بشكل اختياري وتتمثل الشروط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لاستحقاق المعاشي المبكر في كل من 1- توفر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير 2- أن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المدى 24 من هذا القانون 3- تتضمن تلك المدى اللي يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاك المعاش 4- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمسة سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد 5- لن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر يجب توفر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة 6- وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحر الدقة والموضوعية في نشر الأخبار 7- والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطني ترجمة نانسي قنقر